السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد على قناة I My Phone من اكتر الحاجات اللي بتدهي اللي انت تكون حاطل شريحة اتصال في جهازك الايفون واكتب لك لا يوجد خدمة زي ما انتو شايفين بالشكل دو ديت بتبقى سبب شركة الاتصال اللي انت مشترك فيها ممكن تكون واقف في مكان مفوض شبكة ويجيب لك كده لا يوجد خدمة ولكن انت لو واقف في مكان فيه شبكة والاتصال فيه جيد وجاب لك جهازك الايفون لا يوجد خدمة في فيديو النهاردة هتدملك اكتر من طريقة وبإذن الله مش هتخرج من الفيديو دوت غير وانت حالل المشكلة ديت بشكل نائم على جهازك الايفون الطريقة الاولى لحل المشكلة لها توجد خدمة تحقق من اعدادات الايفون الاعدادات ديت لازم تكون متأكد منها اللي انها تكون شغالة معك بشكل صحيح على جهاز الايفون هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على الخلوي وبعد كده هتختار من نوعات اختيار الشبكة هنا لازم تكون عندك مفاعلة بشكل تلقائي لو انت لقيتها غير مفعالة كدوت او اللية القائدية غير مفعالة فحاول لانت تشغالها بالشكل دوت ولازم تكون عندك شغالة القائد بالشكل دوت وهتظهر معاك نوعات الشريحة او هتظهر معاك شريحة الاتصال على جهاز الايفون تاني حاجة لانت تدخل كدوت على البيانات وبعد كده تدخل على الصوت والبيانات وتقدر لانت تغير من هنا الـ 2G او مثلا 3G او 4G وتختار من النوعات الامكانية اللي هي متاحة بالنسبالك او في البلد بتاعتك اللي هي الـ 4G او الـ 5G تختارها بالشكل دوت ولازم تكون انت متأكد لانت مختار اعلى جودة في اللي هي البيانات والصوت بعد كده هترجع لوراء نوعات وتدخل على الاعدادات وتدخل على عام وتختار من هنا الوقت والتاريخ لازم تكون الوقت والتاريخ ديت بشكل تلقائي زي ما انتوا شايفين لو هي عندك مقفولة تلقائي كدوت اعملها مفاعلة ويبقى عندك اعدادات الوقت والتاريخ للاعداد تلقائي وبالشكل دوت هتقدر لانت تتصل كدوت بشريحة الاتصال وتشتغل عندك على جهاز الايفون الطريقة التانية اقاف تشغيل وضع الطيران على جهاز الايفون هتدخل على مركز التحكم بالشكل دوت وتعمل اقاف تشغيل لوضع الطيران لو هو شغال معاك بالشكل دوت هتعمله وقاف تشغيل لو هو مش شغال معاك بالشكل دوت هتعمله تشغيل وبعدين هتعمل اقاف تشغيل لوضع الطيران هيبدأ انه يعمل اتصال كده بشريحة الاتصال اللي موجودة في جهاز الايفون ويبدأ انه يقرأ شبكة الاتصال بالشكل دو الطريقة التالتة اخراج شريحة الاتصال وادخالها مرة تانية في جهاز الايفون لو فضلت المشكلة مستمرة معك على جهاز الايفون حاول انت تتخرج شريحة الاتصال كده من جهاز الايفون واتأكد ان هي محطوطة بشكل صحيح عندك انه وقت في المكان اللي هو مخصص للشريحة عندك الحروف اللي هي بتاعت الشريحة دي تتأكد ان هي محطوطة بشكل صحيح ولو انت متأكد ان الشريحة محطوطة معك بشكل صحيح حاول انت تغير الشريحة ديت بشريحة اتصال تانية تكون شغالة معك على جهاز تاني تحطها هنا مكان الشريحة ديت وتتأكد ان الشريحة كده شغالة عندك على جهاز الايفون وبعد كده هتحط الشريحة الاتصال ديت مرة تانية في جهاز الايفون وتبدأ تتصل معك كده شريحة الاتصال زي ما انتم شايفين وتبدأ ان هي تشتغل معك الخدمة مرة تانية على جهازك الايفون الطريقة الرابعة تحديث نظام الايو اس على جهاز الايفون ممكن يكون سبب المشكلة ديت نظام الايو اس اللي موجود في جهاز الايفون فلو انت عندك تحديث مثلا هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على العام وتتأكد ان فيه تحديث موجود ولا لا لو فيه تحديث فانت حدس جهازك الايفون فاسرع وقت علشان يحل معاك المشكلة ديت وبيكون في الاغلب سبب المشكلة ديت نظام الايو اس اللي موجود على جهازك الايفون الطريقة الخامسة اعادة تعيين اعدادات الشبكة لو كل المحاولات اللي احنا جربناها ديت ومنافعتش معك ومتحلتش برضو المشكلة هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتنزل تحت نوات وتدخل على عام بعد كده هتنزل تحت نوات وهتدوس على نقل او اعادة تعيين الايفون وهتختار من هنا اعادة تعيين هتظهر عندك القائمة ديت هتختار منها اعادة تعيين اعدادات الشبكة بالشكل دوت هيبدأ ان هو يعمل لك عادة تعيين لإعدادات الشبكة على جهاز الايفون هتسيب كده الجهاز لحد ما يفتح معك من جديد وبعد ما يفتح معك جهازك الايفون بالشكل دوت هتلاقي ان شريحة الاتصال اشتغلت معك على جهازك الايفون بدون اي مشاكل زي ما انتو شايفين اوت كده شريحة الاتصال شغالة معنا على جهاز الايفون الطريقة الستة مسح كل المحتويات والإعدادات على جهاز الايفون في الحالة ديت لو جربت كل الطرق اللي احنا قلناها ديت وفشلت معاك فانت مضطر اللي انت هتعمل قاعدة ضبط مصنع او عادة تعيين لجهازك الايفون ولكن خلي بالك انت هتحزف كل البيانات اللي موجودة على جهازك الايفون لازم تاخد نسخة احتياطية من البيانات ديت هتمنى على جهازك الايفون على الايكلاود مثلا او على الايتونس علشان ما تفقدش كل البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الايفون وهتبدأ اللي انت هتعمل مسح الجميع الوسائط والبيانات والإعدادات اللي موجودة على جهاز الآيفون وعشان السبب دوت أنا بنصحكم باستخدام برنامج Fixibo اللي هتقدر من خلاله اللي انت هتعمل عادة دبط مصنع وعادة تعيين لجهاز الآيفون بدون ما تفقد البيانات اللي موجودة عندك نهائي كل البيانات اللي كانت موجودة على جهاز الآيفون هتلاقيها زي ما هي هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتثبت البرنامج وتفتحه على جهاز الكمبيوتر هيظهر معاك بالشكل دوت هتختار مننا الوضع الكياسي بعد كده هتوصل جهاز الآيفون بالكمبيوتر بعد ما هتوصل جهاز الآيفون بالكمبيوتر هتدوس على التالي هيبدأ كده يظهر معاك نوع جهازك الآيفون والنسخة الإصدار اللي هي الآيفون اللي موجودة على جهاز الآيفون هيبدأ كده البرنامج ان هو يجيب لك احدث اصدار من نسخة لاي اوس المتوافقة مع جهاز الايفون بعد كده حتدوس على تحميل وهتسيب كده البرنامج ان هو يحمل نسخة لاي اوس عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما ينتقل برنامج من تحميل نسخة لاي اوس على جهاز الكمبيوتر هيبقى انت كده جاهز اللي انت تحل مشكلة لها توجد خدمة على جهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت حتدوس على البد وتبدأ اللي انت تدخل جهازك الايفون دوت فوضع الاسترداد وهنا البرنامج هيشرح لك ازاي تدخل جهازك الايفون دوت فوضع الاسترداد لكل جهاز ايفون يعني انت مثلا لو جهاز الايفون بتاعك ايفون 8 او الاصدارات الاحدث من كده هيبدأ ان هو يعرض لك هنا طريقة ادخال جهازك الايفون دوت فوضع الاسترداد او لو انت جهازك الايفون دوت 7 او 7 بلاس هتقدر برضو تعرف من الصور اللي بيعرضها لك البرنامج ازاي تدخل جهازك الايفون دوت في وضع الاسترداد هتختار من هنا جهازك الايفون وتبدأ اللي انت تدخله في وضع الاسترداد وبالشكل دوت بعد ما تدخل جهازك الايفون في وضع الاسترداد هيبدأ كده البرنامج تلقاء ان هو يعمل لك اصلاح لمشكلة لها توجد خدمة في جهاز الايفون هتسيب كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما انتهي البرنامج من اصلاح المشكلة وبالشكل ده تنتقل برنامج من حل المشكلة على جهاز الايفون وتقدر دلوقتي انت تتأكد من حل المشكلة على جهاز الايفون بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدر انه يقرى شريحة الاتصال مرة تانية على جهاز الايفون وتشتغل معك بشكل طبيعي وبدون ما تفقد البيانات الموجودة عندك على جهازك الايفون لو صور مثلا او تطبيقات او رسائق لو مكالمات هتلاقي كل حاجة موجودة زي ما هي على جهاز الايفون لو عجبك الفيديو استفدت منه يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم وشوفكم الفيديو الجاي